مساء الخير جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله حبيت أطمينكم علي معلش الفترة اللي فاتت ما كنتش قادرة أكون متواجدة معاكم كان عندي كورونا بس الحمد لله تعفيت وأول ما تعفيت حبيت أن أطمينكم علي ألف شكر أنا في حقيقي ممتنة بعد ظهور الفنانة المصرية أمال مهر في مقطع فيديو كشفت فيه عن الأسباب التي كانت وراء اختفائها أعادت الأعلامية الكويتية ميل عيدان نشر المقطع على صفحتها الخاصة في انستغرام واتهمت بطريقة غير مباشرة تركي آل شيخ بأخفاء أمال حيث علقت قائلة حبيت صراحة حكاية كان عندي كورونا طب والكورونا كانت عندي كم سنة واضح أن الباشا الكبير قال لها اطلعي قولي كلمتين سكتي فيهم الناس لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته الحمد لله وده اندل عن شيء يدل اني ربنا راضي عني لاني شايفة كم الحب الهائل والكبير أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي وبحب هني الشعب المصري وكان مصدر مقرب من تركي آل الشيخ قد كشف بأن الفنانة بألف خير وأنه لا صح لما يقال عن تعرتها للضرب أو الانتهاكات وتابع أن هناك عقد احتكار بين أمال وتركي بقيمة خمسين مليون دولار ما يجعلها تحت نفوذه وسلطته ويقضي بألا تتعامل مع أي شركة انتاج أو تقدم أي أغنية إلا بموافقتها ذكرى صورة 30 يونيو كل سنة وأنتم طيبين وأنا بخير الحمد لله وأحب أقول لكم جمهوري انتظروني قريب ولم تشفي إطلالة ماهر غليل الناشطين الذين أبدوا العديد من الملاحظات حول ذلك الظهور وأعادوا مطالباتهم بمقطع فيديو عن طريق البث المباشر وانهالت التعليقات التي رأت في أمال شخصا متوترا خائفا يتكلم تحت التهديد في حين أن البعض رأى أنها ليست أمال ماهر من الأساس فأنفها ليس كما اعتاد عليه إضافة إلى تغير ملامحها بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر